انا عايزة اسمع تعليقك بس انا لازم اوقف عند الشهادة اللي انت خطيها بنفسك وانت بتقولي ان فيه شهادة منهم قال ان هو تعزب بس خليه برضه ابقى الناحية التانية علشان انحاول نعمل حوار حيادي هو انه في بعض السجون المساجين ممكن يكونوا عارف ان انت بتاعت حق انسان فاذكروا اللي انت عايزة لمجرد ان هو يعني برضو يبقى انا مش مفترضة ده قوي لانه الحقيقة ان هم يكلمونا ده بيعرضوا نفسهم للخطر لو اعتبرنا انه حقيقي فعلا انه فيه تعزيب حاصل ولو اعتبرنا انه اسم الظابط اللي ذكر فعلا هو المسؤول عن التعزيب ده فالحقيقة انه المساجين يدلوا بشهادتهم لينا ده بيعرضوا من الخطر اكبر في مساجين يدلوا بشهادة مغيرة صح؟ لينا احنا لا لكن انا بالتأكيد في الاخر النيابة لسه بتعمل تحياتها واحنا ما اطلعناش على تحياتها فانا ما عنديش اي فكرة اذا كان فيه مساجين قالوا حاجة مختلفة ولا لا بس خلينا كده احنا بنتكلم بشكل نظري جدا انه نحاسب الان بالتعزيب واللي قال معلومات غلط برضو نحاسبه وانا موافق على ده بس بشكل عملي تعالوا قلوني ازاي نقدر نعرف الحقيقة في الحالة دي واحنا عندنا فعلا كل خطوة من الموضوع فيها في رأي تعتيم يعني مثلا لحد دلوقتي اهله لم يبلغوا بشكل رسمي لا بخروجه من السجن ولا بنقله المستشفى على انه مارين ولا بوافاته امال ايه امال لهم عارفوا من المكالمات من جوه السجن ده في حد ذاته يثير التساؤل طيب عند النيابة لازم تطلعوا فعلا على قرار النيابة بالتشريح لانه بيوجه الطب الشرع بعد كده في التشريح القانون يكفل للأقرباء اللي من الدرجة الاولى ان هما يحضروا التشريح الحقيقة ان هما اتمنعوا من حضور التشريح اتمنعوا من حضور التشريح وصمح لهم بعد الانتهاء من التشريح الدخول لان هما يشوفوا يتأكدوا ان الحاجات اللي حصلت ويوروهم العينات واللفافة وكده حاجة تانية حنا عندنا متحدث رسمي باسم الداخلية بيستند لتقرير اطباء التحرير لهم انا اسفة جدا يعني عمري ما هيشاكك في نزاهتهم بس ما عندهمش الخبرة في الاخر التعذيب انا شخصيا اتقالي دخلي بتقولهم اقدر يعني انا ممكن ادخل يتقالي اي كلام ويصدقوا لان انا ما عنديش الخبرة فعلى اي اساس طالب شاب لا هو طب شرعي ولا هو درس الحاجات دي يطلع تقرير ويبقى المتحدث باسم الداخلية بيستند للتقرير ده كدليل وانا انا مش عايز اخش في الكلام انا طول بس يعني حياتك بتقولي ان انت تطلب منك ان انت تخشي فدي ظاهرة صحية بعد تدخل بعد برده محسب لا 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 مش التشريح لا 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 ده قبل خالص ده وهو والجثة في المستشفى في مركز السمو عشان تحضر التشريح لا ده اليوم اللي قبلها ادخل اقابل الدكتورة واشوف الجثة انا دخلت شوفت الجثة بس وطلعت لكن ما كنتش اقابل ده كترة ما كنتش اكلم في تفاصيل لان انا لا افقى فيها شيء في الاخر يعني انا اللي عايز اقوله ان احنا لو فضلنا نشكك في كل حاجة وبعيد عن الموضوع ده القرآن بيقول يا ايوه انا زينا امانوا اذا اشجائكم فاسقكم بربق انفتبانين عسى ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم النادمين بعيد عن الموضوع ده خالص احنا مطلوب منها نحنا نتحرط دقة في كل حاجة انا النهاردة بشكك في الشرطة وبشكك في النيابة وبشكك في الطب الشرعي وببني قصة كبيرة جدا وارد انها تكون صحة بنسبة 50% وارد انها تكون غلطة وارد انها تكون نسبة غلطة بنسبة 50% على مجرد حديث بتاع شخص بيستاند فيه على مجموعة معلومات لم تؤكد وفي نفس الوقت انا فعلا عجبني جدا حماس استاذ امونة وعجبني حماس ناس كتير بتشتغل في المجالات دي بس احنا محتاجين نوجه ده بحيث انه هيبقى في الاخر بحق مصلحة البلد مايبقاش بيعمل فرقة بنا وبنبعض ومش معنى كأن احنا هندفع عن حد او هنبقى ضد حد احنا هنبقى مع الحق فالنهاردة انا بقول انا ما حضرت التشريح والناس اللي حضرت حضر بتاع اطباء الميدان وحضرت الدكتورة بتاعت المركز دكتورة عيدة ما حضرش دكتورة عيدة منعت من الحضور بلغة منية منتدبة منتدبة من الاهل وصمحة لها بالحضور بعد انتهاء التشريح كوي بنقول ان احنا حتى اللي حضر او حتى اللي حيحضر يعني حتى استاذة مورة بتقول لو احنا حضرنا احنا ما بنعرفش يعني انت كده محتاجة انا لو انا حضرت انا قلت فيه دكتورة كان ممكن تحضر دكتورة عيدة سيف الدولة في الاخر في مركز النديم لضحايا التعذيب ما هياش متخصصة في الطب الشرعي لكن اشتغلت على جرائم التعذيب بحيس انها تقدر تتابع الاجراءات وتقول لو فيها مشكلة اللي انا عارفه تاني ان اطباء الميدان حضروا واحد منهم وان التشريح تم وان طلع تقرير او بيطلع تقرير ايا كان محتوى لو احنا هنشكك فيه المضمون بتاع التقرير وبعين بنقول ان احنا حتى اللي حيحضر من عندنا مش هيقدر يبني معلومة صحيحة لانه غير متخصص يبقى احنا محتاجين نعمل اجهزة موازية لاجهزة الدولة يعني نعمل الناس بتفهم في الطب الشرعي تبقى موازية لاجهزة الدولة عشان تحضر كل حاجة بتعملها الدولة نعمل نيابة موازية عشان خاطر تحضر كل حاجة وانعلق على احكام نعمل حاكم موازية وانعلق فيها على احكام القضاء سؤال وليس دم يعني مش دم ممكن يبقى منطقي في ظل ثورة ان احنا ظل الثورة قامت على نظام كامل كان فاسد لا ما منقدرش نقول النظام كله كان فاسد احنا نقول ان النظام كان فاسد انما مش بالكامل والدليل على كه ان احنا كلنا كنا بنفتخر باحكام القضاء فترة من فترات كلنا بنقول ان فيه شرطة بتستشهد عشان خطرنا طبعا كلنا ووقفنا مع تقرير الطب الشرعي يقولنا اه ده صح وده غلط فيبقى احنا محتاجين ان احنا النهاردة ان احنا نصق في بعض اكتر ونقدم دليل وفي نفس الوقت عشان نحسم الموضوع لازم اللي حيعزب حد يعني يعاقب عقوبة صارمة ويجب ان يتم تعديل التشريع بحيث انها جريمة التعذيب لا تسقط بالتقاضل وعلى نفس القوة وبنفس المصدقية يتم فرض قواعد معينة لمن يبلغ عن وقع التعذيب طب انا عشان وقتنا بيخلص فانا احتاج من حد جملة ختمية صورة وهاختم بعد كده مونة تقولي جملة برضو تعليق ختمي على موضوعنا النهاردة انا كل اللي بتمنى ان الحماس اللي موجود عند الشباب يتوجه في ناحية ان احنا نقدر نبني مع بعض ومع ان اكيد فيه تجاوزات اكيد فيه اخطاء بس تعالوا نحط ايدينا في ايديهم بعض بحيث ان احنا نشوف فين التجاوزات دي بالزبط وبلاش ننفعل زيادة على اي خبر بيجي ايا كانت الصورة الزهنية بتاعته وخلينا نفرز الحاجة بمصدقية وطبعا نظرة الدخلية عليها انها تتعامل بسرعة وبخطاب شفافية اكتر من كده بخطاب مختلف لازم خطاب شامل ولازم يعني يفتحوا ببنهم بقوة للجمعيات والاهم من ده هي حتى كل احد يبعرف حقوقه فين لان احنا محتاجين نبني اجهزة نشتغل بها في مرحلة اللي جاية طيب مونا طيب انا سريعا اولا شايف ان فيه مشكلة كبيرة جدا في انه من قبل الثورة لدلوقتي قضايا تعذيب كلها بتزلي مجهود ووقت كبير جدا في انك تثبتي انه الضحية ضحية برغم انه المفروض المؤسسات لو هي فعلا فارق معها حياة البني قدمين تفترض انه ضحية وتبتدي تحقق في حقيق الدول يعني الاساس انه هو ضحية مش الاساس انه هو مش ضحية بالزبط الحاجة التانية انه احنا مش دورنا التحقيق انا لا اجز منه انا ما اقدرش اجز منه اتعرض للتعذيب لكن انا في الاخر من حقي اضغط على مؤسسات الدولة انها تأدي دورها بشكل صح عشان تجيب لي نتيجة اثق فيها من بعد كده حاجة الاخيرة انه لا من حق المواطنين يبوفقتين الثقة في جهاز الدخلية الثورة قامت بالاساس عشان تهكات جهاز الدخلية ومن السزاجة ان احنا نعتبر انه بس عشان الثورة الثقة هتستعاد الثقة هتستعاد بان هما يبزلوا مجهود اقصى من الطبيعي في ان هما يستعيدوا الثقة دي ومنها ان هما يقوموا بخطوات احترازية ممكن تبقى قبل الثورة هنعتبرها حسوكة لكن هي الحقيقة انها مهمة لاستعادة الثقة اخر بقى حاجة صغيرة تقرير بتاع اطباء التحرير بيقول ان اللفافة طلها 7 سنتي وقطرها وعرضها 2 سنتي دي 4 سنتي في 2 سنتي انا عايزة حد يجرب يبلع دي ويقول لي هيبلع المقاس كان كم بتاع 7 سنتي في 2 سنتي 7 في 2 ودي كم في كم دي 4 ونص تقريبا في 2 سنتي ممكن نقسها بالمسطرة وانا حاولت تبلعها مبارح بس عشان يعني ايه ابقى حسن يعني اطباء التحرير ليسوا ثقة ثقة بالنسبة حياتك لا مش ليسوا ثقة انا رأيي ان هم معندهمش خبرة لا معديها مقاس ده بالمسطرة مش محتاجة لا ممكن جدا انا بشايفها من طب انا بقول حضرتك ده تقرير هو كاب وممكن جدا انا بشايفها من بعيد وتقديره للامور مختلف فانا بقول اهو دي حاجة بقى أقل من الابعاد اللي هو قيلها وانا رأيين بس عايزة تأكد الكاميرا جابتها يعني بوضوح بس عشان نبقى واحنا بنختم اهي موجود طيب انا بشكرك وشكرا جزيلا دكتور ايهاب يوسف الخبير الامني مرسي على وجود حداك معنا نهارك سعيد نهارك اسعد مونسف منصق مجموعة لال محكمات العسكرية المدنين شكرا جزيلا على وجودك معنا نهارده يعني لما تكرمنا نهارده على عصام علي عطا بأعتقد انه ده يخلينا بشكل عام بعيدا عن الحالات الفردية ملف السجون لازم يتفتح يعني لازم يتم كده فتحه كده ونقعد على ترابيزة مفتوحة فيها شفافية وفيها قوانين راضعة علشان اذا فعلا بيحصل تعزيب لازم بفيه زي ما قال دكتور ايهاب بفيه قوانين يعني تردع اي حد وينفذ ده وكمان حال السجون يعني حتى ما وصلناش للحوار على رفاهية السجون ولا جودة الغذاء ولا جودة الرياضة اللي بيعملوها يعني احنا نتكلم في حاجة اكثر بدائية من ده نوع حتى ما يبقاش فيه تعزيب في السجون خلص تحياتنا النهاردة بكرة حلقة جديدة ونهاركم سعيد